هنا في هذا الميدان ستجرف عاليات الطبعة الخامسة لرأي الصحفيين الجزائريين طبعة ستقام بطريقة مغايرة باستخدام السيارات ربعية الدفعة بمنتجع الشاطئ الأزرق بمدينة زموري ببو مرداس كما قلوا واسمها ميديا درايفينج إكسبرينس أو خبرة في القيادة خاصة بالإعلاميين والإعلاميات خيرنا هذا التام هذا لأننا رجال ونساء الإعلام مهتمين بشؤون السيارات اخترنا أن يكون الأمر يتعلق بالسيارات ربعية أو مو يسمى بلي 4x4 لأن السيارات ربعية هي طيراز خاص من السيارات الفيطرة تتعو من 22 إلى 24 سبتمبر هنا في زموري البحري في Le Grand Bleu هذا c'est un complexe توريستيك qui a été créé en 83-84 c'est un complexe بين la forêt والبحار كانت بانغالو وكانت بزافة لزافة 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 لماذا؟ لأننا نحن 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 في سبتمبر مثل كل ما هو بلانشاوال كل ما هو كايت سيرف كل ما هو سيرف ومن أخرى من الفرنجان كل ما هو سبتمبر ميدان شاطئ الأزرق المجهز لاحتضان العديد من الرياضات الميكانيكية تم تكيفه مع متطلبات الوضع الجديد حتى تجرى فيه منافسة الإعلاميين الهدف من هذه المنافسة هو اكتسب الصحفيين لتقنيات جديدة في الاقتحام ومواجهة كل الصعوبات بحضور خبير الرياضات الميكانيكية خير الدين سرير الهدف تعليميديا درايفينج إكسبريينس هو أن الصحفيين يخرجوا بمعلومات زيادة معلومات وتقنيات خبرة فعلية في الميدان حول القيادة نحن نتعلم أحد الأمور فيما يخص الفرانشيسمان اليوم الأول من هذه الطابعة الخامسة خصصها المنظمون للجانب النظرية في انتظار انطلاق المنافسة التي ستشتعد بين مختلف وسائل الإعلام حول المرتب الأولى